ارحبا بكم اعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان القصص خلف هذه الصور الطفلة التي افتعلت الكارثة من منا لم يشاهد هذه الصورة مع الكثير من التعليقات المضحكة هذه الفتاة اراد والدها تصوير صورة بريئة لها ولم يعلم انها ستشتهر وسيسمونها الناس بفتاة الكارثة حيث ظهرت امام حريق نائل وتعلوها ابتسامة عريضة وكأنها هي من افتعلت الحريق وهي غير مهتمة بما حدث لكن القصة الحقيقية تعود الى عام 2005 عندما سمعت عائلة طفلة بان حريقا هائلا اشتعل في احد البيوت القريبة فقام الوالد باستحابها هي واخيها وامها الى ذلك المكان وحمل معه الكاميرا الخاصة به وعندما وصلوا الى هناك علموا بانها ليست كارثة حقيقية انما قامت المطاف بافتعالها عن عمد لكي يتدربوا على اخماد الحرائق عندها ارتاحوا جميعا وفرحوا بعد ان كانوا مذعورين فقام الوالد بالتقاط الصور لاطفاله امام الحريق اما هذه الطفلة فقد فرحت اكثر من اللازم وعلت وجهها ابتسامة عريضة ولم يعرف احد السبب خلف ذلك وتعامل مع صورة حسب ما هو واضح فيها فكما نعلم فان الصور لا تروي القصص كاملة فيستنتج الناس قصصها من خلال المعطيات ابتسامة عريضة ونظرة ساخرة وحريق هائل بالخلف هذه المعطيات جعلت الناس تعتقد بان الفتاة هي من افتعلت الحريق وبقدر ما كانت الصورة طريفة ومضحكة انتشرت في جميع انحاء العالم واستخدمها الناس للضحك والسخرية بكتابة التعليقات الساخرة فيها لكن الصورة استغرقت ثلاثة سنوات لكي تنتشر بهذه الطريقة ففي عام 2007 نشرت لاول مرة في احدى المجلات واليوم هذه الفتاة كبرت واصبح شكلها هكذا وهي تعمل في احدى المطاعم في ولاية كاليفورنيا الامريكية وبسبب شهرة صورتها يتم استدعاؤها من وقت لاخر الى عروض الازياء او البرامج التلفزيونية وبهذه الطريقة تشعر لبعض الوقت انها مشهورة حقيقية واكبر فائدة استفادت منها هي عندما بعت الصورة في شهر ابريل من عام 2021 بقيمة 450 الف دولار وذلك في بزادل الصور الغير قابلة للاستخدام او ما يعرف بالانفتي الفتا ناجح هذه الصورة ايضا انتشرت بشكل واسع ويبدو هذا الطفل وكأنه انجز شيئا وتعلو وجهه مشاعر الانتصار واستخدمت في الكثير من الاعلانات ايضا وقصتها تعود الى عام 2007 عندما كان عمر هذا الصبي 11 شهرا فقط وكان في رحلة مع عائلته الى الشاطئ وكان على وشك ان يأكل الرمل فقام والده بمنعه من ذلك والتقط له هذه الصورة الطريفة عندما كان غاضبا والرمل لا يزال في قبضته وبعد مرور سنواته قام هذا الطفل بالاستفادة من هذه الصورة ببايعها بمبلغ يقدر ب82 الف دولار ووفقا للعائلة فان الغرض من باعها كان تحمل تكاليف علاج ابو الطفل الذي اجريت له عملية زراعة الكلية وخرج الطفل في العديد من المقابلات وهو فرح باتمام العملية بنجاح وهو الآن يعيش بعيدا عن الاضواء في ولاية فلوريدا الامريكية كأي مراهق عادي وسيبقى دائما ممتن لهذه الصورة التي انقذت حياة والده رشة الملح لا احد يعرف قيمة رشة الملح سوى هذا الطاهي التركي نصرت الذي استطاع بالفعل صنع ثروة هائلة بسبب المقاطع التي كان ينشرها وهو يرش الملح بطريقة فريدة في عام الفين وسبعة عشر نشر مقطعنه ويرش الملح على اللحم بكل ثقة وحبت ناس هذه الطريقة واطلقوا عليه لقب سالتباي واقرب ترجمة لهذه الكرمة هي رجل الملح بعد ذلك توفد الكثير من النجوم والمشاهير الى مطعمه وخلال مسيرته عانى من بعض المشاكل حيث زاره احد اشهر الطهات الامريكيين ستيف كوزو ووصف المطعم بانه المطعم الاول عالميا في خداع الجماهير والكثير ممن ارتادوا المطعم وصفوا الطعام بانه مالح بزيادة وبعضهم وصفوه بان سعره مبالغ فيها لكن حتى حلول عام الفين وواحد وعشرين اصبح مالكا لعدة افرع من مطعمه والتي افتتحت في اليونان والامارات والسعودية وامريكا وبريطانيا وقطر وغيرها وتقدر ثروته الان باكثر من مليار دولار القط الغاضب الصورة النمطية المشهولة عن القطط هي انها لطيفة لكن هذا القط الغاضب اشتهر بسبب تجاعد وجهه التي توهم بانه غاضب وعينه زرقوتان تضيفان طبع لطيفا على هذه النظرة الغاضبة وبسبب ذلك استطاع جمع مليونين وخمسمائة الف متابع على الانستجرام وظهر لاول مرة عام الفين واثني عشر عندما قام صاحبه بنشر صورة على منصة ريدات ومن ذلك الوقت شق طريقه نحو الشهرة ولم يوقفه اي شيء سوى الموت نعم هذا القط اللطيف ودع العالم في شهر مايو من عام الفين وتسعة عشر وقبل ذلك ظهر في فيلم كريم بيكات كشخصية رئيسية والى الان لا تزال صوره تستخدم في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الضحك والطرافة كازو كيد الكثير من الناس شاهدوا هذا الطفل ولكن القليلين منهم يعرفون قصته وظهر اول مرة في اعلان لآلة موسيقية امريكية تسمى كازو وذلك في عام الف وتسعمية وتسعة وسبعين لكن انتشر في عام الفين وعشرة بعدما قام صانع محتوى على يوتيوب بنشر المقطع بعد التعديل عليها ثم تبعه شخص اخر وهكذا انتشر كالنار في الهشيمة وحصد في وقت قياسي خمسمائة الف مشاهدة واليوم هذا شخص يبدو هكذا فهو موسيقي بارع وظل في هذا المجال منذ ذلك الوقت وتزوج مؤخرا لكنه في نظر العالم لا يزال طفلا صغيرا الشخص المحبط من المؤكد ان اغلبكم قام بنشر هذه الصورة والتعديل عليها هذا الشخص كان يلعب العب الفيديو وكان ينشر الصور والمقاطع على الانترنت وفي احد المرات وصلته رسالة المسيئة فقرر الرد عليها بطريقة مختلفة دون ان يغضب او يرد الاساءة فقام بتصميم هذا الميم لنفسه ومن هنا بدأت رحلته في الشهرة ويعتبر وجهه واحدا من اشهر الاوجه في العالم اخفل الم هارولد هذا الميم يطلق عليه اسم هارولد لكن الاسم الحقيقي لهذا رجل هو اندرياس اراتو وكان مهندسا كهربائيا ومختصا في الاضاءة الكهربائية وفي يوم من الايام تلقى اتصالا هاتفيا من مصور محترف وعرض عليه التقاط بعض الصور لها وذلك بعدما شاهد صورة له في احدى مواقع التواصل وبالفعل قدم المصور للمنزل وقام باخذ العديد من الصور لها والتي ظهر فيها كاستد جميعي ومدير في المكتب وطبيب ورجل عدي يعيش مع عائلته وكان يبتسم في جميع هذه الصور لكن تعابير وجهه كانت غريبة وكانه يخفي شيئا ما ثم انصرف المصور وعاد هذا الرجل ليعش حياته طبيعية وفي احد الايام قرر البحث عن اسمه في الانترنت فوجد صورته في بعض الاعلانات وبعد فترة بحث عن اسمه مرة اخرى فوجد نفسه مادة دسمة للسخرية في البداية لم يعجب ذلك ولكنه تأقلم مع الوضع وقرر الاستمتاع بهذه الصور كما يستمتع بها بقية الناس وبعد ذلك ظهر في دعاية لشركة كوكاكولا وهناك اخبار تفيد بانه سيظهر قريبا في احد الافلام الطفلة الحائرة هذه الطفلة تدعى كليوي وقامت والدتها بتصويرها بهذا الشكل بعدما فاجأت اختها الكبرى بانها ستستحبها الى ديزني لاند فاضهرت ردة الفعل هذا وقامت الام بنشر المقطع على منصة يوتيوب وانتشرت هذه اللقطة بذات في جميع انحاء العالم وحصلت على العديد من الجوائز الشرفية من شركة جوجل وغيرها وكبرت كليوي واليوم اصبحت مراهقة وهي تبدو هكذا وتعيش بعيدا عن الاضواء كأية فتاة مراهقة استخدم عقلك هل تعرفتم على هذا الوجه؟ بالطبع اغلبكم تعرف عليه مباشرة بسبب انتشاره الهائلي في مواقع التواصل الاجتماعية وهكذا يبدو الان والقليلون فقط يستطيعون تعرف عليها لانه تغير كثيرا ومرت عدة سنوات بعدما انتشرت له الصورة المعروفة حيث كان جسمه في عام 2015 مختلفا عما هو عليه الان فقد كان انحف من الان وتعود قصة الصورة الى عام 2015 حيث دعي الى مقابلة في قناة بيباسي نيوز وهناك عمل هذه الحركة وانتشرت عبر العالم في قضون ثلاث ساعات فقط وما زال يحب الظهور امام الكاميرا ومثلا في العديد من العروض التلفزيونية ويعمل كمدرب تمثيل للاطفال كاليا بوسي هذا الوجه البريء المبتسم لن يبتسم مرة اخرى لان هذه الفتاة التي تدعى كاليا لم تعود موجودة معنا في هذا العالم وقد اشتهرت حول العالم وهي بعمر خمس سنوات وكانت تحب الانتصار وتهواه منذ طفولتها حيث كانت تشارك في مسابقات ملكات الجمال منذ ذلك العمر ودخلت عالم التمثيل في شهر مايو من عام 2022 وفي شهر مايو من عام 2022 عثر عليها ميتة في حديقة في ولاية واشنطن الامريكية ويعتقد انها انتحرت لكن الشرطة لا زالت تحقق في الحادثة ويعتقد انها تعرضت للقتل وكان عمرها في ذلك الوقت 16 عاما فقط قد تكون قصة كاليا حزينة لكن وجهها سيظل مبتسما الى الابد اعزائي متابعي قناة هل تعلم اذا احببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف او على يوتيوب ثانكس ان اعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالاعجاب والاشتراك يمكنكم ايضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم اشتركوا في القناة